السلام عليكم ورحمة الله اخواننا وخواتنا يعطيكم العافية وهذا فيديونا الجديد الى كشتة جديدة بس هالكشتة شوي نوعها يختلف هي كشتة وهي غوص وهي مناظر طبيعية في مدينة خورفكان وبالتحديد في مدينة اللؤلؤية كان سابقا اسمها لولية فتبدل اسم سابقا اسطوة اللؤية فتحياتي لكم وانشار الله المتابعة تكون شيقة فبننطلق من امارة ابو ظبي الى امارة الشارقة وبالتحديد خورفكان وشاطئ السويفة اجمل شاطئ في خورفكان اللي هي السويفة ممكن تروح شاطئ السويفة في الكيك او هايكين او في طراريد النزهة هاي اللي لكن سباحة ما انصحكم فيه لان المرجان والحصى صعب شوية فالمسافة اللي نقطعها من بو ظبي اللي خورفكان اميتين وخمسين كيلو متر اللي هي تقريبا ساعتين ونص وانشاء الله نوصل وشوفوا الفيديوهات و لا تنسونا باللايك و السسكرايبر و الفولو و الكومنت و اطرشونا حق اصدقائكم و باذن الله و من ثم بايدكم نرقى و نوصل بالمستوى المطلوب انشاء الله الفولو لا تنسونا و الامور هذه ترى تشجعني تشجعني اني انا استمر في هذه القناة واستمر اصور لكم طبعا كل اللي احطه عفوي ما اقطع اشياء كثيرة شي بسيط حتى المكالمة ما لهذه اللقاء اللي احنا نصوره لكم مجرد لقاء كامل ما هي قراية ولا هي كتابة ولا اشوف ولا شي لان في داخلي اشياء فحاب ان اطلعها في هذه القناة و نصحوني الاصدقاء والاهل انت يا ابو عبدالله خالد لازم لك قناة فالحمد لله وصدنا في مفاجأ ان شاء الله بعد عشر تيام بينزل فيديو جديد لدولو تحياتي اليوم عندنا برنامج اللي هو الكيك على بحر الولية و ان شاء الله تتابعونا ويعجبكم الفيديو وتحياتي لكم معلك ابراهيم بوخليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشكل النباطة. ما شاء الله. خلصنا. هاي المطارج. نسوي لها الدعاية ولا ما نسوي لها دعاية. دعاية ايه. هنروب البامب والأمور طيبة. تبين لك شكثر فيها ماي. شكرا. اشعر و خالص. اشتبقى في البحار. مكان جميل. وحلو. فوق الحلو. ماشاء الله. الشاطئ الولية بسموناه اللؤلؤية اهل اللؤلؤية عادلاء زعلون من اذا قلنا الولية ليعطيكم الرافية واليوم برنامج ما شاء الله اكتمل انا حطيت تسعين بالمئة ها حمد انا حطيت على البرنامج تسعين بالمئة قول العشرة وين راحت النظارة نسينا النظارة نسينا النظارة تلغوص النظارة تلغوص خلا رويكم اياها موجود النظارة تلغوص لكن الله يسامح منه ضيع حواسنا ما شاء الله هاي العدة كلها هنا نوف الليل ونروح وين النظارة وين النظارة موجودة موجودة لها موجودة لها موجودة لها موجودة لها هاي النظارة بعد تلغوص لها نظارة شغل عدد لكن انه بتلياي ان شاء الله هيعطيكم الحافية تحياتي لكم ان شاء الله ما طولنا عليكم هاي تصوير منها ها حمد حطيت الله حلو جميل هل تقدر تحطيه في سيارتك كده عندك فورويل تحطيه في السيارة تحطيه في السيارة تحطيه الربلات الأمور طيبة وهذا حمد لا بس سلا الله و مرحبا ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة وتحياتي لكم ولا تنسونا من الاسسدكرايبر ومن الفولو ومن الشير ومن الكومنت كل شي مول اذا كان عجبكم الفيديو ما عجبكم كل واحد على راحته ترى في ناس بعض الناس يزاهم الله خير عاجبنهم الفيلم ويشوفون الفيلم ويسوون لايك بس يزاكم الله خير انا بحاجة الى دعمكم دعمكم انتو بفضل ربي نوصل للمراد اللي نبغيه نوصل للمستوى اللي نبغيه في المتابعين يزاكم الله خير لا تنسونا باللايك وشكرا لكم وهذه أجوانا الليلية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر